بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي يا ربي على محمد وآله الطيبين والطاهرين اللهم صلي على محمد وآله محمد نبارك لكم أيها الحفل الكريم ولادة سر الله الأعظم قطب الدائرة الإمكان في هذا الكون الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف حقيقة في هذه الأيام مثلي يقف متحيرا لا يعرف ماذا يقول في حضرة الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف جاءت هذه الولادة متزامنة حقيقة بما يجري في العالم عامة وفي بلدنا العزيز خاصة الباحثين أخواني جزاكم الله ألف خير في قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ما يبتدئون بالبحث حول قضية الإمام من مولد الإمام وهذا كله معروف لدى الإخوان إنما البحوث تبتدئ عندهم في الأصل من الإمام العسكري عليه السلام لأنه الأمة اختلفت في الإمام المهدي في ولادته أم عدم ولادته إلى رأيين فقط رأي يقول بأنه ولد وغائب ورأي يقول سيولد لكن الأمة اختلفت في الإمام العسكري عليه السلام إلى 11 رأيه فالقضية موروث موروث باختلاف الأمة في الإمام العسكري عليه السلام ولذلك هذه القضية ينقله شهرستاني في كتابه الملل والنحل ويعلق عليها علماءنا على الله مقاماتهم لكن نحن اليوم نريد أن نصلط الأضواء حقيقة حول قضية مهمة ولا بأس بذكر هذه القضية لأنه الكثير من علماءنا والأفاضل في الحوزة العلمية يشيرون إلى أنه نحن نعيش عصر إرهاصات الظهور بمعنى أنه ممكن أن يكون هذا آخر الزمان قلنا ممكن ولا نقول بالجزم أخواني حتى لا يؤخذ هذا الجزم بنظر الاعتبار لأنه كما ورد عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام بأنه كذب الوقاتون فنحن لا نوقت لهذه المسألة لكن حسب ما يقول الشهيد السعيد السيد الصدر رحمة الله عليه السيد محمد باقر الصدر يقول نحن ننظر الظروف الموضوعية للأحداث الظروف الموضوعية للأحداث نحن ننظرها بنظر الاعتبار فنأخذ منها ما يتوا يأتلف مع روايات آل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ولذلك المتتبع للظروف الموضوعية والأحداث الموجودة اليوم على الصعيد الإقليمي وعلى الصعيد الدولي يرى بأنه هناك مطابقة كثيرة في روايات آل البيت لما يجري اليوم على الساحة وهذه الرؤية ليست رؤية آنية إنما هي رؤية جاءت نتيجة التمحص وتفحص لروايات آل البيت مع الحدث ولذلك أريد أن أشير إخواني إلى قضية جدا مهمة وهي يقول أفضل أعمال شيعتنا في آخر الزمان ما هو إخواني انتظار الفرج إخواني انتظار الفرج ليس معناه بأنه الإنسان يكون عاكفاً على عبادته يفترش مصلاه ويصلي ويصوم ويسبح لله هذا جزء مهم لكن انتظار الفرج بمعنى مثل ما يسمونه هناك ميمات ثلاث يجب تحقيقها في البين الميم الأول يقولون ميم المسانخة لأنه نحن عندنا مثل ما يقول الفلاسفة بأنه السنخية علة الانضمام أجيبها ببساطة إخواني بمثال جدا بسيط المثال البسيط اليوم نرى كثير من الأزواج زوج وزوجة يتزوجون على محبة الله في سبيل إنشاء أسرة متكاملة لكن لا يحصل التوافق فيما بينهم لماذا؟ لأنه لا يوجد سنخية في الباطن بينهم فيما بينهما واضح؟ لا يوجد سنخية في الباطن سنخية في الظاهر مشابهة في الظاهر في الآدمية في الإنسانية موجود لكن المشابهة والسنخية في الباطن غير موجودة ولذلك تجد يقع الخلاف فيما بينهم ولذلك الميم الأولى التي يركز عليها العلماء التي يجب أن تنطبق بيننا وبين إمامنا عجل الله تعالى فرجه الشريف وهي ميم السنخية أو المسانخة حتى يكون هنالك صفاء للباطن يتصل بالإمام لأن الإنسان إذا كانت عنده كدورات باطنية لا يستطيع أن يتصل مع إمام العصر عجل الله تعالى فرجه الشريف ولذلك الذين ادعوا المشاهدين للإمام عجل الله تعالى فرجهم الشريف وصلوا إلى هذا المعنى وهو صفاء الباطن فحصلت لهم المطابق مع الإمام فرأوا الإمام ولذلك نحن متى نرى الإمام نحن نرى الإمام لما يظهر من غيبته عجل الله تعالى فرجه الشريف ونقول كلنا كل منا يقول بأنه رأينا الإمام لكن لم نهتدي إلى شخصيته إلا بعد ظهوره عجل الله تعالى فرجه الشريف لأنه لا يوجد عندنا صفاء في الباطن تحصل عن طريقه هذا هي الصلة والسنخية بيننا وبين الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف الميم الثانية وهي ميم المؤازرة يجب على الإنسان أن يكون مؤازراً للإمام حس البعض يقول بأنه هل الإمام محتاج للمؤازرة أم نحن محتاج للمؤازرة نحن نحتاج من الإمام أن يؤازرنا هذا الطابع العام أخواني ولذلك يقولون الناس في معرفة الإمام صنفان صنف يكتفي بالدعاء والمحبة للإمام وصنف يرتقي عن هذه المحبة والدعاء للإمام إلى كونه يدخل في دائرة أقرب وهي الدائرة اللسيقة بالإمام دائرة الأوتادي والأبدالي والنجباء والصالحين مثل ما يقسمون هذه الدوائر مع الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف لما يقسمون يقولون بأنه تقسم عندنا إلى أولاً الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف الذي تسمى دائرة القطب يشغلها الإمام فقط لا يدخل أحد مع الإمام في دائرة القطب الإمام فقط والدائرة الثانية بعد دائرة القطب هي دائرة الأوتاد التي تعتمد أربعة أشخاص هم يعتبرون مثل الأوتاد الخيمة وهؤلاء يقال بأنه منهم منهم الخضر عليه السلام وإلياس والدائرة الثالثة هي دائرة الأبدال هي تتكون من أربعين شخص هؤلاء الأربعين إذا نقص أحد منهم يعوض من الدائرة التي بعدها وهذه الدائرة التي بعدها دائرة النجباء التي تتكون من سبعين نجيبا والدائرة التي بعدها هي دائرة الصالحين التي تتكون من ثلاثمية وثلاثطعش أو في بعض الروايات بأنه ثلاثمية وستين صالحا هذه الدوائر لما ينقص أحد منها يعوض من الدائرة التي هي أدنى فالناس في الإمام على هذين الصنفين أما صنف يكتفي بالدعاء والمحبة للإمام وصنف يرتقي ويدخل في هذه الدوائر لكن سؤال الدوائر محددة بالأرقام فكيف بنا بهذه المليارات أو هذه الملايين كيف تدخل لا بأس يقول العلماء بأنه تتسع الدوائر لكن اتساع الدوائر يكون حسب الإقبال القلبي للإنسان اتساع الدائرة يعتمد على النقطة الأولى وهي السنخية والمشابهة في الباطن للإمام حجل الله تعالى فرجه الشريف ولذلك الناس هنا صنفان أتذكر وأتخطر كان عندنا لما كنا في النجف أحد السادة وهو السيد عبدالصاحب الحكيم كنا نراه لا يخرج من البيت إلا أن يضع الصدق بإسم الإمام قبل أن يضع الصدق بإسمه وإسم عائلته الصدق بإسم الإمام يقولون الإمام يرجعها لصاحبها ويضع له مقابلها أضعافا مضاعفا واضح أخواني جزاكم الله ألف خير فهذه الميم الثانية التي تسمى عندنا ميم المؤازرة والإمام عندنا في هذه الميم الثالثة وهي المؤازرة يطلب مننا المؤازرة نقول اليوم كيف نحن نؤازر الإمام عجل الله تعالى وفرجه الشريف يقول آزر الإمام بقضاء حوائج الأخوان آزر الإمام بمساندة فقراء الشيعة آزر الإمام بهذه الأمور لأنه هؤلاء عيال الإمام الفقراء فمؤازرة الإمام تأتي من هذه الناحية فهل منا يعمل بهذه المؤازرة حتى نرتقي بالدوائر أم لا هذه كل يعمل على شاكلته الميم الثالثة وهي ميم المذاكرة وهي ميم مهمة وهي التي يعنينا بها الإمام اليوم بحيث نحن نبقى ذاكرين للإمام في كل أوقات حياتنا لأنه الإمام هو الهادي إلى الله سبحانه وتعالى والقرآن يقول أخواني اذكروا الله ذكركم المن؟ لآبائكم فهل نحن نذكر الإمام حتى الإمام يصبح لنا طريق وخط وصل لذكر الله سبحانه وتعالى والآن الموقف الموقف هذا يقتضي إخواني ذكر الإمام لماذا يقتضي اليوم الموقف ذكر الإمام؟ أتطرق إلى قضية جدا مهمة إخواني في علائم الظهور البعض يرى بأنه قضية الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف وظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف هي قضية آجلة لكن الله سبحانه وتعالى يقول يرونه بعيدا ونراه قريبا ولذلك كل الباحثين أخواني لما يقفون على الظروف الموضوعية للأحداث اليوم يقولون بأنه نحن عندنا مثل ما الكل يعرف أيضا هذه القضايا أنا في محظركم حقيقة لست إلا كناقل التمر إلى هجر الكل يعرف هذه المعلومات لكن نحن عندنا من باب ذكر واضح أخواني فقط ذكر إنما أنت مذكر فقط في هذا الباب ولذلك كل العلماء يقولون لما يأتون إلى العلامات الحتمية وغير الحتمية يركزون على أمرين أخواني الأمر الأول الذي يكون أخواني قبل ظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف وهو انقلاب الشام وصقوط دولة الشام هذا الأمر من المهمات إخواني انقلاب الشام وانتهاء الحكم في الشام هذا من المهمات الحتمية التي يشير إليها العلماء لأنه انقلاب الشام معناه ظهور السفياني والسفياني من الحتميات واضح أخواني والسفياني بظهوره إخواني تقول الروايات إنه ستة أشهر من استلامة لحكم الشام طبعا هناك رواية قبل الدخول في هذا المعنى لأمير المؤمنين عليه السلام لما يشرح من أين يظهر السفياني إخواني يقول أمير المؤمنين عليه السلام بأنه السفياني إخواني يظهر من الوادي اليابس وهي منطقة أيضا تسمى بمنطقة حوران وما يسمى اليوم بدرعة واضح أخواني يقول أمير المؤمنين بأنه بداية الحركة لإنقلاب الشام وظهور السفياني تبدأ من درعة واضح أخواني هذه الشرارة الأولى تبدأ من هنا وهناك اقتتال بين ثلاثة رايات في الشام واضح أخواني بعدها يأتي السفياني ويقضي على هذه الرايات ويستلم حكم الشام هذا بمختصر أخواني لأنه لنا في هذه القضية الله وفقنا وإن شاء الله يوفق جميع المؤمنين لنا في هذه القضية محاضرات امتدت لثلاث سنوات البحث في قضية الإمام وقضية علامات الظهور للإمام وربطها مع الظروف الموضوعية للأحداث الموجودة واضح أخواني جزاكم الله ولذلك أمير المؤمنين يشير إلى نقطة مهمة بأنه يوجه أنظارنا باعتبارنا نحن اليوم نعيش إرهاصات الظهور ونعيش اليوم أخواني توجه نحو المستقبل مستقبل مدرسة آل البيت مستقبل الدولة الإلهية للإمام عجل الله تعالى وفرجه الشريف في هذه الأمور القضية هذه يجب الالتفات إليها وهي خراب الشام وانتهاء الحكم في الشام بعدها استلام السفياني أخواني لا يوجد عندنا فسحة كثيرة من الوقت باستلام السفياني لأنه بعد ستة أشهر من استلام السفياني لحكم الشام مباشرة أول فتحت يد له من إسرائيل وأعوان إسرائيل هو دخول الكوفة أخواني أول دخول عسكري يكون للسفياني بعد ستة أشهر من استلامه لحكم الشام هو دخول العراق ويدخل العراق من عدة محاور أخواني مثل ما البعض أيضا يرى ويطلع على روايات أهل البيت يقول بأنه يدخلون عن طريق ربيعة وديار بكر والموصل يدخلون أيضا عن طريق ثاني إلى أن تحوط رحالهم مثل ما يقول الإمام كيف بكم وإذا السفياني وضع رحله في رحبة الكوفة واضح أخواني في هذه المسائل في هذه المسائل أخواني نحن اليوم كأتباع مدرسة أهل البيت يجب أن نكون من المترقبين للحدث أخواني من المترقبين لهذه الأحداث لأنه اليوم نحن كأمة تمر بمنعطف خطير أخواني هذا المنعطف يجب أن نقف على أحداثه ويجب أن نكون ملتفتين لما يجري من حولنا لأنه إذا الإنسان بقى غافلا يباغت أخواني وينتهي ولا يجد له حلا أصلا واضح أخواني ولذلك هذه الحركة وهي حركة انقلاب الشام واستيلاء السفيان على الحكم وبعدها انطلاقه إلى العراق هذه من المهمات التي يجب أن يقف عليها الإنسان الآية الثانية أو العلامة الثانية التي يركز عليها أيضا وهي الصيحة السماوية التي تكون في الليلة الأولى والصيحة الثانية تكون في بداية الليلة الثانية واضح أخواني وهذه تكون في الثالث والعشرين من شهر رمضان أما السفياني وظهور السفياني يكون في رجب وظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف يظهر في التاسع من المحرم في مكة وفي العاشر من محرم صباح العاشر من محرم يلقي الإمام البيان الأول على الملأ من مكة هذه الأحداث متزامنة بين شهر رجب وشهر رمضان وشهر محرم هذه تقريبا عندنا من شهر رجب إلى شهر محرم تقريبا ستة أشهر تكون هذه كلها هي تكون حركة لظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف وكل حركة الإمام من السفياني إلى تمام حكم العالم للإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف ودخوله في هدنة مع الغرب كلها مثل ما تقول الروايات عندنا 14 شهر أو 15 شهر وينتهي كل شيء واضح أخواني جزاكم الله ولذلك يجب علينا أن نكون من المترقبين أخواني لأنه نحن في حال اليوم تكالب أممي موجود على هذه المدرسة وهنا الإنسان يقف حقيقة يقف ماذا يقدم للإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف هل يوجد شيء يقدمه الإنسان للإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف أم لا وهذه الفترة الأخيرة للتمحيص إخواني الإنسان دائما متقلب إخواني في الإبتلاءات والتمحيصات هذه الفترة هذه الفترة عندنا أخواني هي تسبق آخر فترة للتمحيصات لأنه آخر فترة عندنا للتمحيصات إخواني هي تكون يوم الأبدال يوم يدخل الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف الكوفة ويخرج من الكوفة إلى منطقة عذرة اللي هي اليوم تعرف بسجن عذرة اللي هي 30 كيلو عن دمشق يحطر حاله هنا الإمام ويقف الجيشان جيش الإمام وجيش السفياني وينادي الإمام ائتوني بابن عمي السفياني فيجلس معه في خيمة واحدة ويخرج السفياني من الخيمة مبايعا للإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف لكن بانسحابه إلى داخل دمشق يرجع وينقلب بالبيعة على الإمام فيقيله الإمام هذه البيعة هنا أخطر موقف لنا كأتباع مدرسة آل البيت إذا الله سبحانه وتعالى جعلنا وجميع المؤمنين من مقوية سلطان الإمام ومن الذين يقاتلون تحت راية الإمام هنا الموقف الأخطر يقولون لأنه يسمى يوم الأبدال ومعنى يوم الأبدال يتبدل من الفريقين فريق من جيش الشام ينقلب على جيش الشام ويدخل في ضمن جيش الإمام هو فريق آخر يكون يقاتل تحت راية الإمام وفي تلك اللحظة يخرج من تحت راية الإمام يدخل في حزب السفيان فهنا الموقف الأخطر يقولون أخواني ولذلك اليوم موقفنا أهوى من ذلك الموقف لكن إذا فتحت بصائرنا أخواني لأنه اليوم الرايات كثيرة كما تعبر الروايات قبل ظهور الإمام قبل ظهور الإمام هناك إثنى عشر راية ترفع كل منها يدعي الإمام فكيف بنا ونحن لم نرى الإمام وقلوبنا ليست عامرة بحب الإمام ونحن لسنا أصلا البعض أخواني لما نتكلم في قضية الإمام ونقول بأن إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يعجل فرجه ويقرب لنا ظهوره ينقبض أخواني ينقبض لا يريد أخواني لا يريد بأنه يظهر الإمام لأنه عنده مصالح دنيوية تتضارب مع ظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف ولذلك إذا وفقنا بالنظر إلى هذه القضية يجب علينا أخواني أن نتمحص الرايات لأنه كل راية اليوم تدعي بأن لها الموقف الحق تشوفون اليوم الساحة الساحة واضحة الساحة واضحة إخواني اليوم هذا من هنا يرفع راية ويقول أنا ممهد للمهدي هذا يرفع راية من هنا ويقول أنا اليماني هذا يرفع راية من هنا ويقول كذا هذا يرفع راية من هنا ويقول كذا ونحن في تيهن والحمد لله ولذا وأئمتنا يقولون بأنه أمرنا بين فنقول لهم يا آل بيت المصطفى كيف تقولون بأنه أمرنا بين ونحن مع كل ناعق كيف تقولون بأنه أمرنا بين وهذه الرايات متبعة فالأمر البين المقصود في الرواية من فتح وهدى الله قلبه هذا الذي يكون له الأمر بين ويهتدي إلى قوام الطريق فقط أما الذي في قلبه رين لا يهتدي أخواني ولا يكون عليه الطريق أو هذه المسألة بينة ولذلك نحن في خضم هذه الأحداث أخواني يجب أن نكون من المميزين يجب علينا أن نكون من الذين لا تأخذهم الأهواء ولا تسري بهم ولذلك ترى بأنه حتى التاريخ أخواني يسطر لنا مآسي مخجلة حول من الذي ادعى المهدوية واضح أخواني هذه الصفة التي الله سبحانه وتعالى ادخرها إلى وليه الأعظم عجل الله تعالى فرجه الشريف تجد بأنه أصحاب التاريخ يقسمون يقسمون هؤلاء الذين ادعوا المهدوية القسم الأول منهم من ادعيت إليه المهدوية والقسم الثاني من ادعى المهدوية لسبيل الجاه والرئاسة والقسم الثالث من ادعى المهدوية بدفع استعماري واستكباري ثلاث مراحل مرت بالقضية المهدوية والقضية الأولى بالنسبة للمهدوية أخواني من ادعيت على سبيل المثال له المهدوية مثل ما ادعى أصحاب المختار المهدوية لمحمد بن الحنفية رضوان الله تعالى عليه لم يدعها محمد بن الحنفية إنما ادعيت إليه واضح أخواني جزاكم الله ألف خير وأيضا ممن ادعى المهدوية أيضا بالدعية إليه والمشكلة بأنه تقبلها وأبوه أيضا بايعه عليها وهو عبد الله بن الحسن المثنى بن الحسن المجتبى الذي يسمى بالأفطح هذا ادعى أيضا الدعية إليه وهو تقبلها بقبول حسن وأبوه أيضا بايعه على إنه الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وأيضا المنصور العباس الدوانيقي بايعه على إنه هو الإمام لكن بعدما آلت الأمور إلى بن العباس واستلم المنصور زمام الحكم ادعاها لابنه المهدي وبايع ابنه المهدي على إنه هو الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف والذي أيضا ادعى المرحلة الثالثة ادعى المهدوية بدافع استكباري ومن جهات خارجية استعمارية هما يسمون اليوم بالبابية علي محمد الباب هو هو أخيه الذي سمي بعدها بصبح أزل وتوفي في اليونان هؤلاء أيضا هؤلاء كانوا صنيعة استعمارية بحتة عن طريق السفير الروسي الذي كان سفيرا لروسيا وبعدها أصبح جاسوسا له في الحوزة الشريفة وسمى نفسه أيضا بالشيخ حسن لنكراني وبدأ مع هذا علي محمد الباب بإنشاء هذا الخط الذي ادعى البابية وقصته معروفة لدى الجميع فيجب علينا إخواني الوقوف على هذه الحقائق التاريخية مع ملاحظة الأحداث الآنية اليوم الموجودة والظروف الموضوعية حتى نخرج بنتيجة هذه النتيجة نقف عليها في حياتنا واضح أخواني جزاكم الله ألف خير حتى لا أطيل عليكم أكرر بأنه أبارك لكم هذا المولد المبارك هو عذرا للإطالة إذا أطلنا لكن اليوم نحن نعيش ولادة فرحة ومن جهة ثانية قلوبنا تعتصر على ما يجري في عراقنا الجريح وهذا التمزق وهذا التشرذم الموجود أخواني نحن إذا أردنا أن نقف على المشتركات فهي أكثر من المختلفات فيما بيننا إذا وقفنا على هذه المشتركات ننهض بأنفسنا لكن إذا بقينا على هذا التشرذم لا تقوم لنا قائمة جعلنا الله وإياكم من الذين يشرفون بظهور الإمام حجل الله تعالى وفرجه الشريف جعلنا الله وإياكم من مقوية سلطانه جعلنا الله وإياكم من الذين يقاتلون تحت رايته ومن المستشهدين بين يديه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأسلم قلب يأتي تحت راية الإمام في الشهادة فوفقنا الله لمرضاته وجميع المؤمنين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين جعلنا الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأعتذر أيضا مرة ثانية إذا كنت أطلت جزاكم الله ألف خير لحسن الاستماع وأعاده الله عليكم في قابل وأنتم بالخير والبركة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة